السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية صلو على النبي واذكروا الله. استخدام هذا الفيديو راح نحكي عن طريقة حل مشكلة عدم ظهور اشعارات واتس اب بطريقة الاشعارات المنبثقة. طبعا كتير اشخاص عم بوجه هاي المشكلة لهيك راح نحكي عنا اليوم هي بضع اعدادات بسيطة الشخص بيستطيع قوم فيهن بلازم تكونوا فعالين عندك على الجهاز من اجل ضمان ظهور اشعارات الواتس اب بطريقة الاشعارات المنبثقة. طريقة سهلة وبسيطة باذن الله. كل ما عليكم هون تبا تشرح الى النهاية. السلام عليكم مرحبا فيكم من جديد ورجعنا الاكمال الشرح. متل ما كنا نحكي عن طريقة حل المشكلة عدم اه ظهور اشعارات واتس اب بطريقة الاشعارات المنبثقة. الطريقة سهلة وبسيطة باذن الله ولكن قبل ما اكملك الشرح. اتمنى منك فقط الاشتراك لا تساعدنا لا نوصل لاتنين مليون مشترك. نعم هدفنا الان هو نوصل لاتنين مليون مشترك وبمساعدتك باذن الله رح نستطيع نوصل لهات الرقم. اضافة يا جماعة زر اللايك هاتش كتير بحفزنا بساعدنا انه نستمر معكم. الان يا جماعة متل ما كنا عم نحكي عن طريقة حل المشكلة عدم ظهور اشعارات واتس اب بطريقة اه اشعارات المنبثقة. فبداية تم توجه الى تطبيق واتس اب. وضغط عليه ضغطة مطولة. وبعدها الى معلومات التطبيق. وبعدها يفتح لي بهاي الطريقة بضغطها على خيار الاشعارات. وبكون اه عندي ممكن مطفئ لازم تتأكد انك اه مفعل خيار السماح بالاشعارات. لازم تتأكد من خيار شاشة القفل في حال كان مطفئ عندك لازم تشغله بهاي الطريقة. وايضا اه الشارة ايضا لازم تشغلها واهم شيء اللي هو الاطار المنبثق في حال كان مطفئ عندك. فلازم تشغله. وفي عندك فئات الاشعارات لازم تتأكد انك نفعل فئات الاشعارات بشكل كامل. وفي عندك اه ضبط الاشعارات داخل التطبيق تدخل عليه. هي يعطيك انه نغمة المحادثة واستخدام الاشعارات ذات الاهمية المرتفعة واشعارات التفاعلات الحكي بالنسبة للرسائل. ونفس الامر بالنسبة للمجموعات لازم يكونك نفعله. واذمن الله راح داني حل مشكلتك وادمتم سالمين.